السلام عليكم أصدقائي أنا سيزار برحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع وحلقة إخبارية جديدة فأخليك معي لو سمحت لكن قبل ما بلش صارت حياتنا صعبة يعني الواحد لا عارف يسوي شغله صح ولا عارف يتفاعل مع الناس ولا حتى يتواصل مع الناس أنا مش موجود على السوشال ميديا تقريبا أنا بس بتنزل فيديوهات وما بتفاعل مع الناس قليل جدا لا أتفاعل لأنه الحياة صعبة صارت أنتوا عارفيني وضع صعب جدا الأمور بتتزداد سوء على أهلنا في فلسطين للأسف الله المستعن ما نوقف ندعي لهم ما نوقف دعم نفكر فيهم نحكي عنهم ندعي لهم نحاول نتبرع أي شيء نقدر نسوي نسوي وشغلة صغيرة بالنسبة لموضوع المقاطعة يا أخوان الناس اللي بيتابعونا صاروا يهاجمون كثير على موضوع أنه نحكي عن تليفونات مقاطعة أنت ما بدأيا ما بتقدرش تحط حالك محلي في شغلي هذا إحنا في عالم التقنية لازم نحكي عن سامسونج لازم نحكي عن أبل لازم نحكي عن كل الشركات عن ديل عن لينوفو عن مترولا مايكروسوفت جوجل وكل الشركات كل الشركات بحبوا اليهود أكثر مننا كلهم بدون استثناء كلهم يا أخوان ما في ولا شركة ولا شركة بتحب بتحبنا إحنا أكثر منهم من الآخر فبدي أقاطع كل الشركات باشتغلش ولا إشي هذا شغلة طيب شو أعمل هل الصح إني أقاطع بالطريقة هاي إنه كل الشركات أقاطعها ولا يكون المقاطعة تكون منطقية محددة عشان تكون على نقطة معينة إلها قوة إلها تأثير في نهاية إنت احسبها بالطريقة المناسبة إلك يعني واللي بتناسب وضعك وظرفك بس عشان تكون واضحين وأتمنى أن كل يعني على الأقل راعي إنه إحنا صناعة تقنية مش والله بنركض ولا الشركات ومنحبهم أكثر ما بنحب أهلنا في فلسطين أو بنحب ديننا طبعا لا لكن هذا عملنا هذا الشغلنا أنا بدي أحكي عن التقنية التقنية كيف بدي أحكي عن التقنية من غير ما أحكي عن جوجل مثلا أو مايكروسوفت أو أبل أو سامسونج أو هواوي هدول هم روادة تقنية إذا ما بدي أحكي عنهم ما بديش أحكي عن التقنية بالمرة فأتمنى تكونوا يعني عارفين كيف أوضعنا وفاهمين إنه إحنا مش معهم ضد أهلنا في فلسطين مستحيل يا أخوان مستحيل تكونوا تفكروا هيك وغلط إذا بتفكروا هيك فرجاءا يتقدروا الشغلنا وطبيعة عملنا وبتعرف إنه إحنا فعليا قلبا وقالبا مع أهلنا في فلسطين بغض النظر أنت شو بتفكر أنا حتى بحس إن فيش داعي أدافع عن هذا الموضوع لكن حسيت إنه كثير ناس من أصدقائي تم الهجوم عليهم والسب عليهم والغلط عليهم والنسبسكرايب عملوا لهم وبلوك عملوا لهم أشياء كثيرة حتى ريبورت عملوا لهم ليش؟ لأنه بيحكي عن منتج معين أنا بعرف كثير ناس وبعرف كيف شعورهم تجاههم وتجاه القضية وكيف تجاه المقاطعة بعرف أنا شخصيا على المستوى الشخصي يمكن أنت ما بتعرف بالضبط قديش فعلى الأقل التمس حسن الظن بأخوك المسلم حسن الظن يا إخوان بس مش مطلوب منك أكثر من هيك وإعمل اللي أنت بتقدر تسويه وخلي علاقته بهذا الموضوع مع رب العالمين أنت ما بتعمل أي شي عشان الناس ما تسأل عن الناس يوم القيامة رح تنسأل لحالك أنت قدام رب العالمين حتنسأل عن أعمالك فإعمل أي شيء أنت بتشعر أنه رح يرضي رب العالمين مش برضي الناس أنا عمري ما رح أعمل إشي يرضيكم يعني قصدي من ناحية صناعة محتوى بأعمل إشي أنا بحبه لكن نتيجة نهائية إش هي أنا بحب أعمل إشي يرضي رب العالمين فخلي عندك هاي القناعة بترتاح لا بتسب علي ولا بتغلط علي ولا بتعمل أي شي خرص وإنت حر في النهاية بدك تعمل بلوك بدك تعمل ريبورت أنا تعاملي مش معك بالضبط تعاملي مع الله هو اللي برزقني وهو بأخذ الرزق مني مش إنت فأتمنى تكون الصورة وصلت الله يزيكم الخير وأخيرا شركة أبل تععلن عن كافة منتجاتها أعلنت عن آيفونات أو سلسلة آيفونات وعن الساعات وعن السماعات تمام؟ أنا بدي أحكي في هذا المقطع عن آيفون 16 بالذات أحاول أعطيكو شو الفرق بينه بين آيفون 15 وهل تشتري ولا ما تشتري فيمكن هذا الإشي اللي بدي أعطيكيها لأنه الجهاز أكيد مش عندي فما بقدر أعمله تست لكن أنا بقدر أقارن مواصفات وأنت على أساسه بتفكر في الموضوع من ناحية التصميم عملوا إشي بالآيفون 16 أول إشي غيروا شكل الكاميرات صار عمودي لكن هذا بالنسبة لي مش كتير مهم بالنسبة لأبل عشان يستفيدوا من الفيديو اللي بتصور سبيشيال فيديو ويستخدم في الآبل فيجن على كل حال أنت معندك هاش آبل فيجن فمش رح تفرق معك زادوا زرين مش واحد زرين زر الأكشن بطن وزر اسمه الكاميرا كنترول يعني أنا عندي زر الأكشن بطن صراحة بستخدمه بس عشان أعملي ميوت دائما لجهازي هاي استخداماتي أما الكاميرا كنترول أنا فكرت فيه يعني فكرت كيف ممكن استخدمه ممكن أمسك لما أمسك الآيفون بالطريقة هاي و أعمل كليك أني أصور أعتقد أنه حيكون مناسب ولكن شفتوا الطريقة كيف تهو بالفيديو كيف تقدر كمان تغير ممكن تضغط ضغط خفيفة ضغطها طويلة تسجل فيديو تاخد بيكتشر تشغل الكاميرا في بعض الخيارات كويسة لكن إني أقعد أغير سيتينغز منه باللمس بحس إن الشاشة قدامي أفضل وأسرع إني ألمس فيعني هو تغيير جديد فيه إلوميزة عجبيتني بس هل هو إشي خطير بقدرش أحكم حاليا بالنسبة لأبعاد الجهاز ما بين آيفون 15 وآيفون 16 نفس الشيء باختلاف إنه الوزن قل غرام واحد فبدأ اعتبره نفس الشيء وهذا الحكي ينطبق على الآيفون 16 بلس والآيفون 15 بلس نفس الشيء الأبعاد نفسها يا إخوان بس الكاميرات لفوها وزادوا زرين لحد الآن وألوان طبعا فيه ألوان حلوة الشاشة ما فيه أي تغيير نفس الشاشة بتردد 60 هرتز يعني تمنيت أشوف 120 هرتز التغيير الكبير اللي حصل فعليا بالنسبة للمعالج الآيفون 15 وال15 بلس كان عنده معالج A16 معالج قوي انتقلوا منه للأي 18 اللي هو 30 نانومتر فهذا الانتقال أعتقد أنه ممتاز جدا معالج قوي سريع رح يساعد في التصوير رح يساعد أيضا في الذكاء الاصطناعي مع أبل أبل انتليجنس لكن للأسف لساتهم ببلشوا الجهاز بساعات مثل الـ 128 جيجا أنا بعتقد 128 جيجا بطرت ساعة كافية وهذا رأيي بالنسبة للكاميرات الكاميرا العادية والكاميرا العيضة لا تغيير فيهم حتى كاميرا السلفي ما في أي تغيير في تغيير بالنسبة للواي فاي صار واي فاي 7 بدل 6 البطارية كالعادي ما أعطونا قديش الرقم طبع البطارية بس حكوا إنها صارت تكفيك تشاهد فيديو 27 ساعة الآيفون 15 كان يعطينا 22 ساعة يعني فيز خمس ساعات زيادة على الآيفون 16 والآيفون 16 بلس بقدر أقول إنه هاي زيادة إيجابية وبرضو في تغيير بالنسبة للشحن الماك سيف صار بقدرة 25 واط بس لازم تشتري الماك سيف لجديد لذلك إذا معاك آيفون 15 أو 15 بلس الأبغريد مش مستاهلة إذا معاك آيفون أقدم حتحس بالفرق قبل دائما بتخبي الميزات القوية فقط لنسخة البرو والبرو ماكس عشان يكعنا الآيفون 16 برو و16 برو ماكس بالنسبة للتصميم ما رح تحس إنه فيه فرق ما رح تحس إنه والله هذا الآيفون تصميم جديد لا عندك زر جديد نعم لكن هم شو اللي سووا طللوا الأطراف البيزلز طلوا يعملوه تقليل من كل الجهات ففعليا شكلها جميل الشاشة لأنه ما في بيزلز والجهاز صار أطول الشاشات صارت أكبر بدل 6.1 إنش 6.3 إنش أو بدل 6.7 إنش صار عنا 6.9 إنش ففيه كبر بالحجم والأبعاد لكنه صار أجمل عشان موضوع البيزلز والوزن تغير من 187 غرام ل199 غرام وبالنسبة للشاشة عادة إنها صارت أكبر شوي نفس السطوع بوصل لألفين نت لكن ضافوا كمان إنه حتى لما بتعمل دم لما بتنزل الإضاءة والإنارة رح تقدر توصل لواحد نت فهذا عن جد حيخفف بالأولوز أون ديس بلي حيخفف استهلاك طاقة والمعالج جديد الأي 18 برو ثلاثة نانو متر الجيل الثاني مش نفس الثلاثة نانو متر اللي كان عليه إليه 17 برو ورضو فيه تغيير صغير ولكن فيه أداء أفضل 15 بالمية فيه سحب بطارية أقل يعني فهذا كله مع أبل في نتيجة النهائية بتأخذ تجربة أفضل بالنسبة للكاميرات على نسخة البرو فيه تعديل الماكس لأ بس البرو فيه تعديل ليش؟ عندك التلي فوتو كانت 77 ملي متر الآن 120 ملي متر رح تعطينا 5x زوم حقيقي بدل 3x والكاميرا العريضة كانت 12 ميجا بيكسل صارت 48 ميجا بيكسل وتصوير الفيديو صار عندك قدرة الأربعة كي مع مية وعشرين فريم بير سكند هذا الفيديو أعتقد أنه ممتاز جدا شوفوا يعني ممكن ما تشوفش بالهاردوير هذا التغيير الكبير لكن بالسوفتوير دائما فيه تحسينات وأنا يعني أنا فهم قدر التحسينات اللي بتصير مع الآيفون بالذات بالتصوير كان الفوتوغرافي ولا الفيديو التجربة هتكون فعليا أفضل هم أعطونا تجربة فيديو دائما ممتازة وكل مرة بيروح بشوف هؤلاء المشاكل حصلت مع الآيفون السابق مع المستخدمين وبيزيدوا وبحسنوا وبزبطوا هاي التحسينات بتخلي التجربة عن جد ممتازة فيعني ما يغرق إنه والله يمكن الشكل نفسه بس فعليا التجربة تتحسن وأنا دائما مع هاي الفكرة مع كل الأجهزة مع فكرة إنه أوكي خليه نفسي ديزاين بس أعطيني تجربة مستخدم أفضل وأعتقد إنه قابل شاطر بهاي الشغلة الصوت كمان كان عليه تركيز عنا أربع مايكروفونات بالجهاز تقدر برضو تتحكم كيف الصوت يطلع ومن وين يطلع من مين تأخذ الصوت بالإدت لما تصور فيديو يعني ممكن تأخذ تجربة احترافية لتصوير الفيديو مع الآيفون وعندنا واي فاي 7 البطارية كالعادي ما حكوا كم زادت ميلي أمبير ولكن زادت ساعات فمثلا الماكس حيكون لدينا 33 ساعة بلاي فيديو بدل 29 ساعة يعني في تحسين على البطارية ولكن حكت الشركة إنه البرو ماكس الجديد عنده أحسن بطارية في أي آيفون سبق صناعته يمكن يعجبك اللون الجديد الصحراوي أنا شخصيا لو بدي أشتري رح أخذ اللون الأبيض إذا معاك الآيفون 15 برو برو ماكس ما تجدد إذا معاك أقل ممكن يتجدد لأنه فيه تغيير شرعكم بالأجزة من أكثر الأشياء اللي ممكن تخاف منها إنه يوصلك رابط على الواتس آب على الإيميل وبدك تضغط على الرابط فلازم تتأكد إنه هذا الرابط سليم طبعا إذا تغطت عليه هيك ما رح تتأكد إنه هيك وقعته بالفخ لكن فيه تطبيق بسيط ممكن تنزله عندك بيعمل تشك لأي يو أر إل يو أر إل يو أر إل اللي هو الرابط وهيك كتب تريح رأسك روح نزل لي اليو أر إل تشك هيك اسم التطبيق بعدين روح على الواتس آب على إيميلك اعمل كوبي للرابط اللي بتك تتأكد منه بعض الروابط بيجي اسمها واضح بعض الروابط بيجي شورتن يعني مقصر فاسمه فعليا مش واضح هذا التطبيق رح يقدر يعمل فحص لهذا الموضوع روح على التطبيق شغله حتلاقي آيقونة في الأعلى اضغط عليها حيطلع لك الأدوات أول أداة مهمة اسمها check URL تضغط عليها أو check status رح يشيك هذا الرابط حقيقي كذاب نصاب إذا أعطاك 200 وأوكي خلاص ومورك تمام إذا كان الرابط انت حاب تشوف شو أصله إذا كان مقصر اضغط على الزر الثاني حيشوف إذا هو مقصر ولا لا بيعطيك الإشي الحقيقي إذا كان مش معموله ما رح يعطيك إشي فعليا في النتيجة النهائية إذا أعطاك أوكي خلاص تقدر تأخذه على الكروم تفتح الرابط وتتصفح فيه بدون أي مشاكل جرب وحكي لي هاتف ثلاثي الطي من مين من تيكنو شركة تيكنو قدمت هواتف قابلة للطي لا أعتقد أنها لقد نجاح لأنها أول هاتف فالتجربة يعني بتكون لسه بدأ شغل لكن بتقدم حاليا أو بتعرض هاتف ثلاثي الطي أعتقد أنه هي بتعرضه للمنافسة مش للبيع أنه تقول إحنا لدينا تقنيات يعني proof of concept فهذا عبارة عن concept بتتنزله بس بعدين لكن يشوفوا الجهاز شكله جميل بالفيديو اللي شفته أنا شكل الجهاز جميل ويطوى إلى ثلاث طي واسمه الفانتوم الألتبيت شفنا من تيكنو فانتوم ألتبيت بيفتح بيسحب هيك وصير زي تابلت برجع بسكر بس بعد قطش أنه كان عملي أنا شفته في الـ NWC ما كان إشي عملي هذا الثلاثي الطي ممكن برضه ما يكون إشي عملي حسب كيف الشركة حتطبقه لأنه فيه شركات حيعملوا هذا الإشي كمان وفعليا لما تسكروا على بعض هذا الجهاز تليفون هاتي لما بتفتحوا عبارة عن تابلت 10 إنش والجميل إنه شاشة LTPO ولما يكون مسكر 11 ملي متر يعني مش هالرقم الكبير كثير لكنه كبير والشركة بتحكي إنه هذا الجهاز راح تقدر تفتح وتسكره وتفتح وتسكره 300 ألف مرة شو رأيك بهيك تقنية هاي الميزة راح تنقذ حياتك للأسف على الأقل عنا في الأردن كثير من الناس وهو بيسوق بيحكي تليفونات تيجي واتساب بيشعار واتساب بسرعة بيفتح الواتساب وهو بسوق يبلش يرد يبلش يسجل رسائل صوتية يعمل إيموجي مش قادر لازم يرد خلص مخه هيك يشتغل نوتوفيكيشن إشعار لازم يتفاعل معها طب أنت بتسوق والسواق يا إخوان بدأ تركيز كامل فلذلك كثير عن حوادث مش بس بالأردن في كل العالم من ورا هاي الشغلة من ورا نوتوفيكيشن تخيل أو ورا لنا التليفون حوادث وممكن يكون الحادث مميت أو تقتل ناس لا صمح الله لا قدر الله فالموضوع أبدا مش سهل أنا عن نفسي زمان صارت معي كثير كنت حضرت بسيارات بسبب بستنى قاعد نوتوفيكيشن رسالة على واتساب فالموضوع أبدا مش عادي وفعليا هذا الموضوع رح ينقض حياتك المطلوب منك تلغي كل نوتوفيكيشن طب كيف بنت ألغي كل نوتوفيكيشن وبنديش ألغيها يعني أنا بدي النوتوفيكيشن وما بدي ألغيها أثناء القيادة في ميزة بأندرويد بيخليك توقف النوتوفيكيشن وانت بتسوق وبس تخلص السواقع بتشيل هذا التفعيل بس رح لي على إعدادات وروح لي على الأمان والطوارئ اللي هي Safe and Emergency Safety and Emergency وشوف لي ميزة تعطيل الإشعارات أثناء القيادة بس فاعلها ولما تخلص السواقع ارجع عن نفس المكان وارجع يعني اطفيها بس وإن شاء الله تكون بأمان بزاكم الله خير شاومي 15 ألترا قادم ومعا كاميرات خطيرة من ضمن الكاميرات الخطيرة كاميرا جديدة بيريسكوب 200 ميجا بيكسل هاي خطيرة شفناها بجهاز تاني بالفيفو الـ X100 ألترا بس بنا نشوف كيف شاومي مع لايكا رح يعطونا النتائج على هاي العدسة بقدر أحكي لك إنك رح تأخذ العاشرة X زوم بجودة عالية وحتكون ممكن استخدامها بكل شيء وتوقع كمان إنه هذا الجهاز يحمل معالج سناب درايجون 8 الجيل الرابع والكاميرا الأساسية هي 50 ميجا بيكسل رح تحمل حساس محدث من سونيل هو الـ YT 900 ومضبط عشان هذا الألترا وحكت الشركة إنه حيكون فيه خيار 4K سينماتيك حيكون خيار تصوير فيديو بالهيئة السينمائية وأنا بحب هاي الحركات بس نستنى السعر أو الشي شو رح يكو عن السعر يعطيك العافية هواوي ما فيه إشي بوقفها كل إشي صار في العالم ضدها ولحد الآن ما وقفت باي ذا وي أنا رايح معهم مسافرة على برشلونة عندهم إفن بدهم يعلنوا عن إعلانات إن شاء الله إنها حلوة لكن بدهم يقدموا أنا هسته بلحظة التصوير لسه الخبر ما طلع رسميا المفروض اليوم وأنا بصور إنه فيه عندهم مؤتمر يعلنوا عن الهواوي الميت XT T T أتوقع من هاتف ثلاثي الطي هاتف بسكر على حاله وبفتح من ثلاث قطع بصير تابلت طبعا شفنا الصورة أو هو سربها رئيس هواوي أكيد هو اللي سربها طبعا يعني واضح مستحيل يخلي حد يصوره جوه الطيارة وهو مش منتبه صورني صورني وأنا مش منتبه حامل هيك إشي فيه ثلاث قطع ولما سكره طلع تليفون عادي زي كنه الهواوي ميت X فهذا هو الهواوي ميت XT قريبا حتشوفوه رسمية وآخر شغل قبل ما تشوفوه سعره بدأ الطلب المسبق للجهاز قبل ما يعلنوا عنه وبسعر 2371 دولار والله الصواينا جريئين هذا أغرب هاتف في العالم مر علي البطارية 10600 ميلي أمبير حتحكي لي لحظة سزار شكله هذا واحد من الهواتف الصينية الكبار لضخام المواصفاته رديئة جدا جدا وبطاريته كبيرة كثير ما بتكسر صحيح نوعا ما لكن اسمع المواصفات حطين فيه أعلى مواصفات يخوان هاتف صعب أنك تكسره لكن حطين عليه معالج الديامين سيتي 9300 بلس هذا معالج فلاكشب هاي أول مرة بيعملوها والرام حطينه 16 جيجابايت رام وعنده معيار الـ IP68 زائد معيار الـ IP69 فبتحمل الغرق بتحمل التراب بتحمل أنه يوقع والسقطات بتحمل حرارة عالية بتحمل برودة يعني كثير شغلات بتحملها هذا الهاتف وعلى سيرة الحرارة بتحمل حتى سالب 30 درجة مئوية أو حتى بلس 55 درجة مئوية ومش بس هيك حطوا عليه كاميرا محترمة في الكاميرا الأساسية عندها حساس من سوني الـ IMX 989 هذا حساس استعملها في هواتف فلاكشب أول مرة برضو بعملوه هيك وفي عنده كاميرا للـ Night Vision الشعة تحت الحمراء فهو فعليا حيكون مناسب للناس بتشتغل الجبال بالمناجم الشاشة OLED بيتردل 120 هرتز وسطوحها 2200 نتس أبدا مش سيئ صح شكله غريب عجيب لكن مواصفات مش سيئة نرجع للبطارية شوي حكينا 10600 صح؟ فلو أجمحها شاحن 15 واط إحنا راح نتوفى قدش بتكتكو عدة تشحنه الشحن سريع 120 واط أضف إلى ذلك شحن لاسلكي 50 واط هل بنصحك تشتري هيك جهاز؟ طبعا لا إحنا بنحكي عنه عشان نتسلى أكيد ما تشتري هيك جهاز لأنه ما بتعرف السوفتوير اللي عليه كيف حيشتغل حيكون كويس ولا لا صعب حتى لو مواصفاته حلوة لذلك بس استمتع بوجود هيك هاتف لكن ما تشتري لقيت ميزة عند سامسونج غريبة جدا وما بتخطر عبال حدا يمكن يعني بعرفش إذا بدأ سميها عملية ولا لا لكن بتدور جيكم لوين بيهتموا بالتفاصيل إذا عمرك انت عملت سكرينشوت وبعد فترة رجعت له هاي سكرينشوت وبدك تتذكر إيش الموقع اللي خدت هاي سكرينشوت منه ومش واضح معك سامسونج بيعطيك هاي الميزة افتح الصورة أو السكرينشوت افتحها من الجالري تبع سامسونج مجرد ما فتحتها هناك رح يعطيك عليها زي لينك هيك خفيفة وبتكون في النص إنه موقع سكرينشوت من وين اتخذت اضغط بس على الزر هاد حيوديك فعليا عن موقع أنا عارف أنه ميزة ممكن ما تستخدم وما تفكر فيها بس ورجيك قديش في تفكير بالتفاصيل شو رأيه أكثر هاتف أمان في العالم من سامسونج سمعت فيه؟ طب عمرك سمعت بهاتف من سامسونج اسمه الجالكسي كوانتوم اليوم بدي أحكي لكم عن جالكسي كوانتوم 5 يعني هذا النسخ الخامسة منه اول شي هذا هاتف مخصص لشركة الاس كي تيليكوم شركة الاتصالات الكورية الجنوبية وما رح يباع إلا هناك لذلك ما رح تلاقيه في العالم وهذا الهاتف بتعاون مع ثلاث شركات الاس كي تيليكوم وسامسونج وشركة اسمها اي دي كوانتيك وهاي الشركة المهم الي هي آخر واحدة لأنها تخصصها التشفير نستخدم هاي الشركة تشيبست اسمها كوانتوم كريبتوغرافيك هاي حتقدر تعمل لك التشفير وفك التشفير بطريقة صعب صعب تفك يعني عن جد صعب صعب جدا وبيحكوا انه الشركة هاي مستخدمة لكوانتوم فيزيكس الفيزياء الكمية عشان يطوروا ايش زي هيك بعرفش ليش حطينا بس حكينا هذا الحكي انا بكرها الفيزياء والريضياط بكرها اسرائيل كمان والهاتف هو عبارة عن جالكسي اي 55 بس معدل لهاي الشركة وسعره 465 دولار هل كنت تعلم عنه ام لا هل تعلم مين هو اقوى تابلت العاب في العالم هل تعلم انا اعلم ريد ماجيك نوفا ليش هو اقوى تابلت في العالم تعالي احكي لك عنده معالج سناب دراجون ثمانية الجيل الثالث عادي معالج قوي ما في مشاكل لكن عنده مروحة بتدور بسرعة 20 الف ار بي ام عشان يتبرد هذا المعالج وهاي المروحة لها دور كبير تحافظ على اداء المعالج قوي باستمرار وبعدين عندهم تسع طبقات للتبريد هده حيخفف الحرارة وحيخلي الاداء مستقر طبعا الساعات تبدأ من 256 وتنتهي بواحد تيرا اللي معا 24 جيجا بايت ترام وشاشة 10.9 انش LCD بتردد 144 هرتز اما البطارية 10100 ميلي امبير يدعمها الشحن سريع 120 واط احكي لي احلى من هيك خلال 15 دقيقة راح يشحن 50% وخلال 45 دقيقة 100% عنده بصمة جانبية وعنده 4 سماعات التصميم اكيد بذكرنا بهواتف الريد ماجيك مع انارة الار جي بي شكل حلو لكن السعر يبدأ في الصين 565 دولار هل سوف تشتري ام لا انا ارتعو عن لابتوب انا خطف الانظار بالنسبة لي جذبني بكل سهولة عنده هاي الميزات اللي انا بالنسبة لي بحب تكون باللابتوب البدية اول شي الوزن 1 كيلو جرام كل اللابتوب 1 كيلو كتير نحيف يا اخوان وحتى السماكة 1 سنتيمتر الشغلة الثانية المعالج سناب دراجون الاليت اكس بس ما حدده اي واحد ومفيه عدة نسخ من الاليت اكس كل حال هو بيضل سناب دراجون الاكس ايليت وهو معالج ممتاز اداءه عالي حرارة خفيفة مفيش مراوح تسمع صوتها وسحب بطارية ممتاز صحيح اسم اللابتوب الانر ماجيك بوك الارت 14 و14 لانه الشاشة 14.6 الاوليد فيه يميزة كمان غريبة جدا انك بتدور على الكاميرا الامامية ما فيه كاميرا امامية اول اشي خطر ببالي انها جوه الكيبورد زي هواوي لا فيه زر على الجانب بتكمسه بطلع عندك كاميرا منفصلة عن الجهاز بتركبها على الشاشة وبتشتغل كاميرا فول اتش دي يمكن تكون جيميك يمكن تخرب نعم لكن الفكرة بصراحة حل وكثير لسه السعر غير معلن عنه اتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من هذا الفيديو بشوكم في الفيديو القادم الى اللقاء